نأخذ مثال على مثلا تمريرها جدت فيك كثير لك أنا والله ما تحضرني واجد منها مثلا أنا والشاعر عبدالله الميزاني في محاورة سلام الله سلامه سلام بقافل العراف مطوي مثل طي البير وطي البير يحفظها ما يدفنها على ما طي البير حصى وظيفته يمسكة تراب الله يكرمكم في النهائي حصى تراب يعني ما هو شو ولكن الشاعر عبدالله الميزاني شاعر داهية ما هو شاعر عادي يعني ما تتمرر على الأشياء يعني خبير في الأمور هذه فقال الله يا مرحبا ترحيب أسباح فالبحر ويطير يحل من الديار الإحبايين ما تحلها الهواء الهواء يحل ما ندري من يأتي فشوف حكمة قوة الرد من قوة البدع دائما فهذا التمرير الآن الصحيح التمرير الصحيح في المعنى وليس في اللفظ نروح لللفظ ويقول هذا كلام سطحي يعتبر تمرير السطحية الآن كل حتى ورعنا المدرسة يعرفون الطلاب الصار اللي في المدرسة في أول وثاني 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 وراء بعرفون الكلام يمكن أن يمزحون على بعضهم من نفس الشيء تمريره ما هو كلام هذا نرجع لتمريره ثاني مع الشاعر حمود اسمي الله تكربه الخير يقول يا مرحبا يا جارنا اللي جيرتك كله تبعير من حيث ما قلبتك تلقي الشحام من دونه هذه التمرير للا ما أنا ما لا علاقة في الجير يعني أول العلاقة في يعني جيرتك مثلا صاحبته رغم حموده من أغلال أصحابي ومن أعزل الناس عني لكن لازم يكون فيها جوة وعزم في الشعر يا خي إحنا ما أنا علاقة في أشياء الأمور الشخصية ما أنا علاقة في الشعر المحاورة هم